موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة كنت تمنى تكونوا في احسن احوال معكم زهرام من قناة زاهو ديليس اليوم سوف نشارك معكم احسن طلابية بصطلة الحوت او بصطلة السمك بطريقة جديدة سوف نشارك معكم بطريقة الخدمة والحوت سوف نشارك معكم و جميع الاسرار باش تنجح معكم في هذا الجزء هذا سوف نشارك معكم الشرمولة والطريقة و في الجزء الثاني سوف نشارك هذه المقبلات هذا اللي حضرت و كذلك طريقة التزيين قبل ما ندوزو الفيديو نبغيكم توصل على الفيديو الاكبر عدد من المشاركة لايك و كومنتر و نخليكم مع الوصفة بالتفصيل فرجة ممتعة هنا سوف نبدأ بشرمولة الحوت هنا سوف نختمها فلاشواغ لكي تجيني سهلة هنا درس واحد الزليفة صغيرة ديال القصبرو معدنوس ديما نغلبو المعدنوس كثير و هنا عندي واحد الكاس مخلط ما بين زيت البلدية و زيت اروميا هنا سوف نضيف كذلك العصير ديال الحامضة كبيرة او جوج الحامضة صغر الحوت يبغي لنا الحامض بثاف و هنا عندي واحد اللوب الحامضة مصيرة مع راس التومة كل بسطيلة ديال الحوت برس ديال التومة باش يالله يالله كيجين مع الحوت و مع الحشواء ديالنا هنا عندي الهريسة اللي كتبقى حسب الضوغ بتسمع الهريسة اللي كتبع فهي مغي تكونش حارة بزاة فلك شي اشتركت انا واحد قياس قريبا واحد المعلقة صغيرة هنا عندي واحد ثلاثة ديال معالقة ديال العطرية ديال بسطيلة ديال الحوت الحمرة هات العطرية فهي متواجدة ديال العطرة وباقي مسلزمات الحلويات و متواجدة بكثرة ما كانش متوفرة فانتو ما غادي تعاوضوها بشرمولة ديال الحوت العادية ديالنا انتو ما غادي تنقصو من الكامون عندي هنا كذلك سلسات السوجة انا هنا ساعمل سلسات السوجة اللي كتكون شوية ثقيلة وممكن ديرو الخفيفة انتو ما غادي تزيدو مقدار ديالها عندي هنا سلسات السوجة بنكهة الفطر ونطحن شرمولة ديالنا مزيان انا هالطريقة اللي ساعملت فهي غير باش نسهل علي المأمورية انتو ما ممكن انكم فغير ما انكم خلطوه هاتش غير في واحد زلافة او في واحد كنتحن مزيان حتى كنت دخلي كل شيء مع بعضياته ومن بعد فغير نخدم شرمولة ديالي وكتكون هادي هي الشرمولة ديالي سراحة كتجي رائعة وهات شرمولة بهالطريقة مشيغل بسطيلة الحوث وممكن تعمروا بها الحوثة ودهنوها بها ممكن ديروها حتى في مقابلات ممكن ديروها حتى في الحوث تاجين كتجي سراحة جد رائعة هاتش غير ممتع بالنسبة للكلاماغ بزاف الناس كتشكو انه هم يجيهم قاصح طريقة كتنخدمه هي اني كندير الماء حتى كيغلام مزيان كندير في ورقة ديال سيدنا موسى وكندير في الكلاماغ ديالي كنحسب خمسة ديال دقائق فقط وكنتفع عليه وكنحصل على كلاماغ هكي كيجيني فتي ومكيج قاصح بتاتا في الماكلة هادي هي الطريقة اللي تعتمدوها بالنسبة لكيجي كيجي اكتر من رائع هن عندي واحد كيمياء ديال كيلو ديال كلماغ هدي نضيف له هدايا واحد كيمياء ديال الشرمولا مهمتوما تقاوز تحركوا وانتوما تشوفوا هندرس انا تقريبا واحد جوج ديال المعالق وما زال فانا زيت تقريبا ادرت واحد ثلاثة ديال المعالق ديال الشرمولا وكنا نبدأ نحركها كييف الكلاماغ ديالي مزيان حتى تندمج لديك الشرمولا مع الحوت ومن البعض فانا كنحطوه جانبا فهدي هي الطريقة باش كنخطموه فانا ما كنشحره محتاش حاجه لانه مازال غادي طبيع في البستايلامي غادي تخلي الفران انا هديك المعالق ما قنعطنيه شو بديت كنخلطها كيميديا باش كنشرم لك الكلاماغ ديالي هكا مزيان مزيان الطريقة اللي قلت لكم ديال الكلاماغ انكم كتسلقوه لمدة خمسة ديال دقايق فممكن انكم تستمدوها حتى بالنسبة للكلاماغ ميكاس بغيوز قليوه وهديك الطريقة مازال غادي نتقسمها معاكم ان شاء الله انا هدي ندوز الحوت البيض فانا هنا اختيت ثلاثة كيلو ونص ديال المغلان بالنسبة لي انا نهار لمشيت ما كانش كله المغلان كبير فانا خلطت ما بين المغلان الصغير المغلان الكبير المغلان كبير كيف كتشوفو فهو هكا يا عندي منقي على شكل فيلي والاخر غادي نخلي بحلقه غادي ننقيه من ذاك الشوائب غادي ندهن الحوت مزيان ديالي بشر مولا مزيان مويم غادي ندهنه مزيان الطريقة باش كنختموه انني كنصخن الفران مزيان وكندخلو 8 دقايق لا اكتر وكنجبدو باش ذاك الحوت ديالي كيبقى ليطري وما كنشوش لانه مازال غادي طيب ليا في الفران هذه الطريقة باش كنختم الحوت وكيجينها كيفتي وفي نصف الوقت طيب هلو غادي ندوزوا الكوفيت هنا عندي الكوفيت هنا عندي الكوفيت هنا عندي الكيمياء كيلو ونصف طريقة باش نختمها اما كنخليوه يخضرها كاية وكنديرو الشرمولة بحل اللي تقسمتها في البسطيلة او غادي نشحره غير واحد باش ما يتقلش الحجم هنا في واحد المقلا غادي ندير معلقة زبدة وغادي نخليها الدوب من الأفضل تكون زبدة حيوانية باش قسطينا واحد لده في الحوت ديالي هنا في انا اضفت واحد ثلاثة المعالقة شرمولة الحوت ديالي وغادي نحتاج نزيد لا زيت لاتاش حاجة لان شرمولة ديجة تحنين معها الزيت غادي نضيف هنا يلك الفيت ديالي على العافية اللي تكون مجهدة وغادي نشحره لمدة لما كتفوتش خمسة ديال دقائق لانه ما زال غادي طيب غادي انا فضلت انني لانني غادي نخدمها خدمتها كايب العشية وغادي نطيبها حتى لا غدلي فضلت انني نشحره باش نتفادى انه يطلق لي الماء وغادي نوضعه جانبا وغادي ندوزه باش نجد المكونات الاخرى هنا في نفس المقلة وهي مازال في هذا الشي ديال الكفيت غادي نضيف مازال معلقة الزيتة وهنا غادي نضيف واحدة ربيطة ديال البرو الصغيرة ممكن تخلطوها باللبسطلة البيضة والبرو وممكن تديرو غير البسطلة البيضة لما كانش متوفر عندكم البرو كي يعطي صراحة واحدة البنة رائعة للبسطلة ديالناو وكي يجي جد جد رائع فكي نبدأ نشحره بها الطريقة حتى ينزليه مزيان وعافية ديما لتكون مجهده باش ما يطلقش لي الماء هنا من بعد ما تشحر لي البرو ديالي شوية نضيف هنا واحدة رابعة ديال الفتر الطريق ممكن تعويضه بالفتر المعلب ولكن صراحة المضاق يجي لها علاقة مع الفتر الطريق وممكن كذلك تضيفه ذاك الفتر الاسود غير انا صراحة وكي تبقى هذا الرأي شخصي كنلقى ان ذاك الفتر اللي كي يكون نواغ شامبينيون نواغ مافيش مضاق اللي زوين بثاف فانا كنفضل هنا غير الفتر الطريق فانا كيف كتشوفوا عندي شامبينيون كنفضل هنا شعرية الصينية اللي سبق لي رقيتها في الماء القشور ديال الكوفيت وصفيتها مزيان قطعتها بالقطعة الاربع وكما ممكن انكم تقطعها بالمقص وبالنسبة للكيميا فانا هنا ماكن فوتش رابعة ديال الشعرية الصينية باش كي يجوني الحوت باين في البسطيلة ديالي هنا من بعد فانا نضيف العطرية ديالي ديال الحوت او هاديك الشرمولة ديال الحوت وبالنسبة للناس اللي غادي يسولوني واش استعملت هنال الشعرية ديال الروز انا استعملت الشعرية العادية وصراحة عطاتني نتيجة مزيانة ما تعجنت لي متاشي حاجة يكفي انها ما تبقاش ليه في الماء سخون بزاف وسخون مسقطرة مزيان فغادي نضيف هاديك الشعرية باش كتجيري بنينا وما كديش باس لا كيف كان عارفو هي ما فعله ما ضاق لحت شي حاجة وهنا في هاد الاثناء فممكن انكم تضوقوا لابنت لكم نقصة ملحار او الملحة فممكن انكم تزيدوها لانا كيف راحتوا انا في شرمولة ديالي فانا ما ضفتش الملحة لان المكونات كلها عندي ملحة الحمض المصيار الصوجة لان المكونات كلها لان الملحة ولكن بالنسبة للشعرية فانا بعد ما شحرتها ضقتها بانت لي نقصة شوية من الملحة وضفتها حاولوا انكم مت من الحوش البسطيلة ديالكم بزاف باش تنسلي كي يكلوها وكي يحاولو كي يلقاو فين يكلو فيها فاكما نشحر بشعر الشرية الصيني ديالي حتى كنت نشف لي الحوشوه مزيان اهم حاجة ان الحوشوه تكون ناشفة باش ما تتقطع الشرية الورقه ديالي وكنكونا ندي وحد نتيجة لكي تكون امور ديالي كيف كنت شحرها مزيان وكنكونا نحاول انها تلبس لي بهذه العطريه من زيان هنا غادي اندوزوا المونتاج ديال ديال البسطيلة ديالنا هنا عندي تاوه ديال البسطيلة اللي اضحلها بشوية ديال الزيس وهنا عندي واحد شوية ديال زيت اللي رقط فيه لاشيس باش نبنين ديالي الحلسه باش كان بعد ننضيك الورقه ديالي انا هنا مصابة الورقه ديالي الورقه ديالي كيف كنت شوفو كتجا رقيقة وديما كان حط الورقه ديالي كان دهينها مزيان انا هنا يكمجتها معاكم باش تشوفوا انها مكتقطع محتش حاجه ديما اجيها الحرشه تكون عندي من الفوق ديما كندير اه كتير الداخل والقليل على برة وكم بدأ نصرح الورقة ديالي مزيان كنقدها وكنعطيها الوقت الكافي في الطوية باش كي يجيني لكل مقد كم بدأ نصمرة بهالطريقة عادي انا كيف كتشوفوا فانا ما سرحت لها مقطع هنا يلاوالو باش كي يبال لكم مزيان ديما كنقاد وكندهن مزيان الورقة ديالي باش كننحصل على نتيجة اللي كتكون مزيان غادي ناخد هنا يا الورقة الثانية وكن بحالة كنجي لنص ديال الورقة كندهن ديما هنا زيت ديالي فانا ديما كنرقض بهالطريقة هذي كي يكون عندي فتلاجة كينفعني فالحوث كينفعني فالزالو كينفعني فبزرد المسائل مام الرغيف ديال رغيف ديال شحمك يجو صراحة رائعين كنناخد الورقة ديالي وكنوضعها في النصف ديال الورقة الثانية وكنستمر بهالطريقة هذي حتى كندهر الصينية ديالي كاملة بالورقة وانا كندهن ديما كندهن بالزيت ما كندهنش بالزبدة علاش لانا الزبدة ضغيقة تلوي لنا الورقة ديالنا الزيت كيتها واحد القرمشة صراحة اللي كتكون رائعة وممكن انها تضمعنا القرمشة ولو ان الكليان ديالكم او انكم ما تحطوهاش بسرعة كيف كنتشوفو فانا فارش هزي 들في الورقة ديالي في تقةله ديالي كاملة منسبة لي اه دج انا كنتقسم سمت معاكم واحد الطريقة ديالي في الجميع الفستيل العملي فات وضعها في الوسط لتبت القاعدة و تأكد ان تتقل الحشوة وضع الورقة بخار و تأكد انها مجنة نأخذ الحشوة الشعرية الصينية و نوزع 80% و نوزعه في الورقة من الوسط كيف تشوفو انا لم نخلط الشعرية مع الحوث لكي كل حاجة تبقى بينه و احتى الناس او الكليان او العائلة تتاكل بصطلة يبدأ الحوث بوحدته و تبلغ الشعرية و كل شيء يتلف مع الشعرية كنقضها مزيان و نوزعها بطريقة متساوية في الجوانب في الوسط مهم كنقض مزيان الحشوة ديال الشعرية الصينية كنخلي غير واحدة رشة خفيفة اللي غادي نضيفها في الاخير من بعد مور فرش الشعرية الصينية كناخد هنا يا السمك الابيض ديالي او الماغلة من بعد ما فرستتوها كاية مزيان او قطعتو القطاع اللي كتكون شوية بينه و كنبدأ نحطو بها الطريقة و كنضيفه هو اللولاني باش كي هز ليش شوية الصهد الى الكلامات و القفات اللي سنسيب او كيكونوا حساسي بزاف العافية ف كيف كنخولو هاد الماغلة هو اقل حساسية من فواكه البحر داكشي لاش بحاله هو اللي كنلقيوه هو اللولاني باش كي عاولينا فواكه البحر ديالنا كنسمنا ان الفكرة تكون مصلحة مهم حاولوا تفرقوا بطريقة ديامة اللي تكون متساوية باش اي واحد كي قطع طريف ديال البسطلة ديالو كتكون عنده حقه من جميع المكونات ديالنا اه كساس وشارية سينية او اه هنا يسمك الابيض او فواكه البحر فمهم كتكون عنده منه اي حاجة حطينا سما و نصيحة نصيحة مني ديما كنت اكد انا ديجا من فرطة طوف انا تأكد سنسيان ديما كان قاس و كنشوف لا تكون شي شوكة او حلاس او شي حاجة اه مهمة بزاف هذا المسألة و اه صراحة ممكن انا ادي لكم مشاكل فحاولوا تأكدوا بزاف ان الحوت ديالكم يكون نقي و ما يكون فيه لا لا شوكة لحتى شي حاجة هناك ناخد الكخافات ديالي يكون ديما هاد المكونات هادو يكونوا ناشفين مزيان انا الكخافات من بعد ما سقطرتو و اخاك ناشف انا عاود دوزتو في واحد صفاية و انشفتو من الممزيان و طبعا تكون الحوشوة بعضة باش ما تقطعش لي الورقة ديالي فان هناك نوزع الكخافات مزيان مزيان كنعتدر لاني يدي كتب مزيف ولكن سراحة هناك نزرب باش نصور لكم و يبال لكم لانك نبدأ كتاح الدلام داك شير الشي شوية زربت في المونتاج ديالي بستيلاء ديالي كنوزع هكا القمرون ديالي او الكخافات و من بعد فا غادي ندوز باش ديال القلماء ديالي حتى هو بنفس الطريقة كنوزع فيه الوساط الجواني بمهم مهما و لا يمفهم داك فكام بنحط كاي الحوت ديالي كامل انا بهد كنكون سراحة سليت كل شي هنا كيبقى لي غير واحد درشة خفيفة ديال الشعرية الصينية اللي غادي نتقاس ماهتي معاكم تقريبا تمان واحد تلاتة ديال المعالق ديال الشعرية و انا نعودها انا نسى عملت لانه اولا واخيرا فهي كسب قبستلة الحوتس لان نقص شوية كمية ولكن كانت طلبية فصراحة بصح مقاومة من استاكيل وحتى الاستاكيلونس الحوتس مخلط ما بين فواك البحر و سمك الابياد هناك بقالية غير واحد رشيشة الفرماج الحمر ممكن ان تخلطوه بالفرماج الحمر وفرماج الموزاريلا و ممكن استغناء الفرماج لا يوجد طلبية فتشاوروا مع القليل لانه افضل انكم تشاوروا مع القليل و احضروا للمطه في الشريه السينيه او في البستالة الحوتس ناخذ واحد الورقات ديما الجهة الحرشة تكون عندي هنا يرجي الحرشة من الزهد نضيف واحد جوج ديال الورقات باش كي يغطيوا ليدك الفوق تماما و ديما يكونوا عندي مدهونين مزيان مزيان انا في هذه المرحلة طفالية التليفون كان اتصدر لانني ماكملش معكم طلمات ديال البستالة مزيان مهم انا غادي نخلي الفيديو صراحة ندايس ذاك الشي اللي بان رابان و ذاك الشي اللي مبانش رادي جا تقاصمت معكم الطريقة ديال طلمات ديال البستالة كنتمنى ان الجوز الاول من بستالة ديال السمك يكون نال الإعجاب ديالكم ترقبوا الجوز التاني اللي غادي نتقاصم معكم في هاد المقبلات طريقة ديال تزيين و كذلك ثمن ديال البيع و كيفاش تحسبو ثمن ديال البيع ما تنسونيش من اللي لايك 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 و لكومنتار و طبعا لكن عندكم شي تساؤلات ملاحظات او اقتراحات فهي مرحب بها خليسكم الاخير و الفيديو مقبل ان شاء الله نمتم في رعاية الله